طيب بالنسبة لما هو متوقع أن يصدر اليوم من توصيات حياتك قبل الهوى حالا كنت بتقولي النهاردة هتصدر توصيات قالي التوصيات دي بخصوص قبول أو رفض مشروع القرار العربي اللي هو بقيادة تونس ولا رأيهم في المجمل كده أوكي خلي بالحاداتك أن أول مرة تعرب على مجلس الأمن مشكلة قائمة على الأنهار تمام فليس لهم سابقة أو خبرة الفصل في هذه الموادية ولكن أنا بكلمنا على رأيي شخصي أنا سقف توقعاتي محدود جدا مع مجلس الأمن إن كما تعلم إحدى خينا على الفقرة السادسة المواد من 33-34-35-36 وكلها مواد غير إلزامية يعني مجلس الأمن ما يصدرش يصدر قرار إلزامي للدول ده بيبقى تحت الفصل السابع لما بيكون حاجة إلزامية آه إحنا تحت الفصل السادس فمش ملزمين إنهم يصدروا وإحنا اللي اخترنا ولا مين اللي اخترنا لا لإن إحنا مكان كل سادسة مش هيدي ناس اللي يسألوا حياتك وإحنا ليه ده خلنا تحت البند السلس لإن ده يعني البند الوحيد اللي يقدر نخش فيه في النزاع لم يسبق للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن النظر في مثله من قابل آه تمام وبعدين عايزة أحيي فعلا دبلوماسية المصرية إحنا عندنا دبلوماسية عريقة حكيمة فهمة بتعمل إيه وعندها صبر طويل جدا وصدر واسع جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة